السلام عليكم حبيب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله فيديو النهاردة بقى اللي هو فيديو المشتريات بتاع شهر ستة ان شاء الله هنشوف مع بعض اخر اخبار الاسعار ايه طبعا احنا عارفين الاسعار كل يوم في زيادة يعني بنشوف الحاجة النهاردة نلاقيها بكرة زادت تمام فانا جبت المشتريات بتاعتي جبت جزء منها من فتحالة وجزء من كازيون تمام فتعالوا بقى تعالوا بقى مع بعض نشوف الاسعار بتاعت الحاجة اللي جبناها بحيث انك قبل ما تنزلي تبيو اغدى فكرة كده عن الاسعار وكمان لو مثلا شفتي حاجة في الفيديو ما كاتش في بالك من المشتريات اللي انا جبتها فتكتبيها كده وتحطيها ايه في الحزبان يلا بينا بقى مع بعض نشوف كده جبنا ايه ونبتدي كده باول حاجة بالحاجات اللي جبناها من كازيون بص يا بنات اول حاجة انا جبت جبنا دمتي طبعا جبنا دمتي تعتبر احسن الانواع بالنسبة للجبنة اللي هي النباتي فانا عندي الولاد بيحبوها اوي اوي يعني مش ادري اقول لكم فجبت منها 3 نصاص اللي هو دمتي اللي هي نصف كيلو تمام جبت اتنين اللي هي الفتة طماطم دي وجبت واحدة بالزاتون سعرها كان عامل كم سعرها كان عامل 27.5 تمام كده 27.45 قرش جبت كسين شعرية كان عامل الكيس بتاعها كان يا بنات كيس الشعرية عامل 9.5 تمام الرز اكسترا ده انا اول مرة جربه بصراحة من عند كازيون ده كان عامل 28.95 قرش والرز اللي اسمه الاحلام عامل 28.5 تمام فانا قلت ايه هجيب نوعين هجرب ده واجرب ده واشوف اللي احسن فيهم لو لقيتهم كويسين اكررهم تاني ان شاء الله طب هل انت كسين رز هيكفوكي الشهر كله لا انا عندي رز من الشهر اللي فات عشان كده جبت كسين تمام لبن بالهنة ده 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 حوالي 450 ميلي او جرام فجبت منه 3 اكياس كده يقضوني بقى زي ما يقضوني يعني يعودوا معي الاسبوع اللبن طبعا بيخلص على طول فيقض ايه اسبوع اقل من اسبوع وبقى جبت هنا الكيس بتاعه عامل 9 جنيه ونص تمام كده جبت مكارونا القطيب ده مكارونا سباكتي برضه اول مرة جربها بس لقيت شكلها حلو فجبت كيلو منها الكيلو بتاعها بنيت عامل بسم الله الرحمن الرحيم عامل 22 جنيه تمام جبت كمان مكارونا الملكة اللي هي اللازانيا ان شاء الله اعملها معكم على القناة هتعجبكم جدا برضه عندي الولاد بيحبوها قوي فجبتها لهم ودي كانت عاملة العلبة دي يا بنيت كانت عاملة 14 95 قرش يعني اولي 15 جنيه تمام كده برضه سعرها حلو جبت كمان الصلصة بتاعت ناردينيو دي برطمانين صلصة كده حلوين ده اساسي عندي لازم كل شهر اجبهم تمام بس تخدمهم في ايه بقى بحطوا مع الصلصة لو الطماطم مثلا لونها مسفر شوية لو الطماطم عندي اثرت وما كانش موجود فبحطها مثلا مع المكارونا بحطها مع اي حاجة بتحتاج صلصة مثلا صلصة البيتزا البرطمان الواحد عامل 11 جنيه جبت كمان يا بنات ازازة الزيت دي بتاعت هدية طبق بصوا انا عندي برضه زيت من الشهر اللي فات فانا جبت الازازة دي على الازازة اللي بقية عندي من الشهر اللي فات غير التموين ان شاء الله فهيكفي معي الشهر وممكن يفيد ازازة كمان جبتها باربعين تمام جبت كمان الخلطة بتاعت ميجي بتاعت البرجر وكفتة الحيتي حلوة جدا بصوا انا مجربة كفتة الحيتي دي تحفة حتى انا بقولك اهو جميلة جدا بتاعت البرجر دي بصراحة اول مرة جربها بس ان شاء الله هتبقى حلوة لان التدبيلات بتاعت ميجي حلوة سعرهم يا بنات كان عامل بصوا هكتبها لكم على الشاشة عشان انا مش فاكرة بصراحة ليبتون ده طبعا باكوا شي صغنطوت خالص كده زمانتوا شايفين احنا مش كيفين شي فجبت كده الباكو دوت كان عامل 10 جنيه كمان كيس النسكافيت ده كان عامل 15 جنيه 75 قرش تمام فجبته برضو لان ايه يعني لو حبيت مسلا نقوم في يوم اعمل انا برضو ايه مش مدمنة الحاجات دي قوي فجبتها كده ايه يعني يعني ليه كده تمام جبت كمان الدقيق بتاع اوريجن ده ده جبته بقى من فتح الله تمام كده كده احنا خلصنا مشتريات كازيون هندخل في فتح الله ادي بتاع اوريجن ده حلو جدا انا يا اما بجيب اوريجن يا اما بجيب السقر سعره كان كم كان 18 جنيه فجبت 3 كيلو يكملوا معي الشهر كله ان شاء الله جبت كمان مرأة الدجاج بتاعة كنور دي احلى مرأة الدجاج هي بتاعة كنور مش ميجي ميجي بيبقى كلها ملح ومش بحبها بصراحة فانا بحب بتاعة كنور دي دي كانت عاملة بنات 17 جنيه تمام كده جبت كمان مرأة الدجاج اللي فتت الفورية دي كانت ب2 جنيه وربع تمام جبت السمرت اللي افوكيدو دي هوريها لكم دلوقتي لما افتحها دي كانت عاملة 15 جنيه 45 قرش تمام طب جبتها ليه جبتها ان شاء الله هعمل بيها صلاتة حلوة قوي هعملها برضو معاكم على قناة اللي افوكيدو حلوة قوي فلو لقيته قدامك اشتري منه ان شاء الله واحدة بس مفيد كمان للصحة قوي تمام يا بنات فانا بلفتها كده هشيلها في التلاجة زي ما هي جبت كمان بقى اللي هي الباكيتيت الصغيرة دي بتاعت الخميرة بقى فانيليا بيكن بودر السعر بتاع البيكن بودر كان عامل 2 جنيه 75 قرش الخميرة كانت عاملة 2 جنيه الفانيليا كانت عاملة جنيه جبت كمان كرتونة بيت كانوا عاملين عليها عرض في فتح الله كانت الكرتونة جيب 99 جنيه طبقا ميشي حلوة يعني فجيبت كرتونة الكرتونة البيت دي بتقعد معي يعني حوالي 12 يوم كده 13 يوم فلما بتخلص بجيب غيرها لان طبعا عندي اطفال فاساسي ان هما يفتروا بالبيت تمام كده يا بنات دي كده المشتريات بتاعت خزين البيت اللي انا جبتها من من فتح الله كمان الكاتشب انا مورطه الكوش الكاتشب ده انا جايباه من فتح الله حلوة جدا مجربوه قبل كده العلبة دي بتاعت الكاتشب عاملة سبعة وعشرين ونص تمام جبتي كمان ايه بقى بالنسبة للمنظفات بصوا انا ما جبتش المنظفات كاملة انا جبت يعني اللي قدامي فجبت الكولور ده ده اللي هو كلوريل ده بنات جبته كان سعره عامل استنوا هشوفه لكو دلوقتي بعشرة جنيه تمام كده بحداشر جنيه آآ سافنا الاربع سابونات دول كانوا عاملين على مقازون سبعة وعشرين ونص انا مش فاكرة يعني مش متذكرة قوي آآ كلوس اوب ده برضو كان عامل سانية هشوفه لكم كان عامل سبعة وعشرين جنيه تمام جبت اوكسي اللي هو بخمسة وعشرين وكيس كمان اللي هو بخمستاشر بصوا بقى انا بحط اللي هو بخمسة وعشرين على اللي بخمستاشر بيجيب عليهم نص كيلو من الاريال السيب وبقدربهم على بعض كده وبستخدمهم في الغسيل بيبقى حلوة جدا طب ده بيعود معاكي طول الشهر لأ ما بيعودش معايا طول الشهر بيعود معايا برضو حوالي سبعتاشر يوم مثلا خمستاشر يوم بالنسبة لي حلوة قوي لان انا برضو مش بستخدمه في الغسيل بس لأ ممكن اخسل بيه بطنية اخسل مفارش اخسل اي حاجة ممكن تتغسل على اليد مش في الغسلة فمش بستخدمه للغسلة بس بستخدمه في استخدامات تانية تمام كده يا بنات دي كانت مشتريات اللي انا جبتها وتعيلوا بقى كده ننظم الحاجة مع بعض ونشوف كده هنحط حاجتنا ازاي وننظمها كده مع بعض تمام فالحمد لله يعني في حاجات تعتبر رخصة عن الشهور اللي فاتت اللهم لك الحمد دايما يا رب بالنسبة للبيض ما شاء الله يعتبر رخص يعني الكارتونة ب99 حلو الجبنة دي كانت كانت معدية 30 ماشاء الله برضو رخصة شوية فالحمد لله الرز هو الزيد يعني مرخص لا ده بيزيد اللي دي حلو برضو نشهر اللي فاتت جايبه معدية العشرين الشهر ده جايبه ب18 فحلو ماشاء الله برضو تمام كده دي كانت مشترياتي بتاعة خزين الشهر الحاجات اللي هي هتكفيني ان شاء الله للشهر بتاعي بجانب الحاجات اللي هي عندي بصوا يا بنات اهو هنا انا فتحت لكم التلاجة باوريكم بصوا انا بشيل الحاجات بتاعتي كده في التلاجة خصوصا في ايام الصيف دي علشان ما يحصل لهاش اي حاجة ومتمسهاش اي حاجة وحشة فبصوا انا رصى هدر سماسم ده تحته كذا كيس رز حوالي 6 وبرضو المكارونة بتاعت لمتنا دي يعني النوع انا حطته بالكيس بتاعته من تحته تمام كده فانتي لو مطبخك ديء مطبخك صغير رحطي حاجتك اللي هتجيبيها بقى دقيق رز مكارونة تحطيها كلها في التلاجة عشان لو قدر الله ما يحصل لهاش حاجة وتبعا الحاجة غالية البيت بتاعي برضو رصيت في الرف اللي هو فوق بتاعي البيت ده مليته كله بيت وبقيت البيت شلته في طبق كده في التلاجة لما ده يبقى ينقص اطلع من اللي انا شايله في التلاجة تمام كده وشلت الجبن زي ما انتم شفتوا بصوا بقى دي الصلصة اهي شلتها والكاتشاب ده برتمان الصلصة ده ناقص من الشهر اللي فات يعني ما شاء الله عندي كده برتمانين ونص والبرتمان التاني ده اللي غطاه اخضر دي هريسة انا برضو كنت عاملها معاكم على القناة قبل كده شفتوا لونها جميل ازاي وحطها في التلاجة ما شاء الله ما بيحصل لهاش حيجة والصلصة عندي برضو طول الشهر ما بيحصل لهاش حيجة فيه ناس بتشتكي ان الصلصة بتاعتها بيحصل لها عفن طب ده بيحصل من ايه عشان انت بتحطي جوه البرتمان الصلصة المعلقة ما كان الاكل اللي انت بتقلبيه ده ما ينفعش خالص لازم المعلقة تبقى نظيفة وبعد اما تخلصي البرتمان تقفليه على طول وتشليه في التلاجة ما تسيبهوش مركون جنبك على الرخيمة لأ شلي الحاجة في التلاجة على طول عشان ما تبص هنا بقى نبتدي نحط الحاجة بتاعتي اهو في المنظمات المكارونة اهو يا بنات دي المكارونة اللي كانت عندي في التلاجة طلعت بقى كيس كملت بيه المكارونة اللي كانت محتوطة ودي مكارونة صغيرة برضو طلعت كده ايه كملت باقتها برضو في الكيس وده كان عندي لصنعة صفور برضو هكمل عليه بصي والحاجة بتاعتك اللي تتبقى حفزي عليها وشليها ما تسيبهش الحاجة مركونة بره عشان هتلاقيها بوزت او هتتريمي او هتتنسي فتحفزي كده على الحاجة بتاعتك وتخليك ايه ست بيت شطورة كده وجميلة بصوا بقى انا هبتدي اشيل بقى الحاجة بتاعتي كلها اهو المكارونة دي هشيلها في المنظم اللي هو بص يا بنات اهو انا كنت منظمة معي كل حاجة دي الفيديو اللي فات فهبتدي بقى ايه احط الحاجة بتاعتي كده بنظام في العلبة دي وبشيلها في دولاب المطبخ بصوا العلبة دي انا عاملها للحاجات اللي هي مصوص مثلا نص كيس رزت بقى فبحطه فيها السكر بحطه فيها وبقفل بالمشابك كده زي ما قلتلكو قبل كده بجيب المشابك الصغنونة دي وبقفل الكيس كده بعد ما بستخدمه وبشيله على طول تمام في العلبة كده ما بيبقاش تباين حاجة من جوه حتى بتيجي تفتح الضرفة بتلاقي شكل العلب كده جميل والحاجة منظمة ومترتبة وزي الفل جميلة هنا ادي الشي برضو اهو انا قلتلكو باكو الشي ده كان عامل عشرة جنيه بصوا ما شاء الله جي على قد البرتمان الصغنون بتاعي ده بالزبط بصوا البرتمان ده ده كان فيه عسل ابيض بصوا صغنطوته جميل ازاي جبته كده وحطيته فيه عشان احنا برضو مش كيفين شيء قوي لو احنا يعني اسرة كيفة شيء اكيد كنت هجيب كمية اكبر من كده برضو مرقة الدجاج بتاعتي خدت منها علبة فضتها في البرتمان والباقي شلته قلت لما ده يخلص ابقى طلع التيني تمام يعني ما بحبش ايه تنبذر وكل حاجة نسرب فيها كده ونطلع كل مرة واحدة لأ بعد اما خلصت بقى مسحت كده الرخامة بتاعتي اهو حرشيت عليها اللي هو ملمع الزجاج والرخام ده وبصوا بقت بتلمع زي المراية وزي الفل ازاي رصيت الحاجة بتاعتي وزبطت كل حاجة وهتشوفوا دلوقتي شكل الحاجة في دولاب المطبخ ما شاء الله بقت جميلة يارب الفيديو يكون عجبكو وتكونوا استفدتوا منه وخدتوا منه فكرة كده عن الاسعار ما تنسيش لو الفيديو عجبك تعمليلي لايك واشتراك في القناة اسبكم في رعاية الله ومع الف سلامة باي باي